مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وفته المنية اليوم وفي بيان صدر عن رأسة الجمهورية نعت مصر الزعيم الفقيد الرجل العظيم الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية وحريصا على شؤونها وحكيما في قيادته فقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية هذا وأعلنت مصر الحدادة على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان